اشتركوا في القناة ودي حاجة مهمة جيدة انا شخصين بتعزف فيها هي شنط المدارس استاذ ديقى حشان حيك بنوارنا النهار ده يا فندم اهلا محايا والبرام بتاعنا اسمه ديا باكز صح كده معانا 6 اسايم لست شنط هدية من ديا باكز ومعانا حاجة تانية قالوا لي عليها معانا برومو كود يقدروا يشتروا بيه من على الانلاين يشتروا من على الويب سايت بتاعنا طيب البرومو كود هو ردوة 15 R A D W A 15 اي حد من المشاهدين بتوع البرنامج يقدر يشتري لمدة 3 ايام بـ 15% خاص شكرا 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 طيب هاي كنت بشرفنا قبل كده مزبوط من 3 سنين او 4 سنين تريد طيب انا قد تبالي انه الكولكشن الاولاني او المجموعة الاولية كانت سادة شوية عن صح يا عبد يعني كان الديزاينات اختلفت خالص الكوليتي بتاع لشونا تختلف خالص احنا منتقدم اه والوحب يتقدم فعلا ايه اللي اختلافت من دلوقتي لتلات سنين فاتوا الديزاينات دلوقتي بقينا مور اب تو ديت النهاردة بقينا الديزاينات زينا زي اي بلد اوروبي نفس الديزاينات اي حمد نعمل ديزاينات نفس التصميم تاع الشانطة يعني مش هميها لا مش زيهم على عصدي في نفس الوقت بنزل موديلات جديدة بالحاجات الترندي للولاد الاطفال بتحبها الحاجات اللي هما مهتمين بيها بنزلها في نفس الوقت الاول يكون متأخر شوية بالظبط اه فهم الشخصيات اللي هما الكارتونية اللي هما بتترجوا عليها مش بس الشخصيات الكمان الديزاينات انواع الديزاينات يعني مثلا بييجي وقت الاولاد مهتمين بالقطط بييجي وقت يعني مثلا السنة دي هما مهتمين اكتر بالديناسورات مهتمين بالمرميدز الولاد مهتمين بالديناسورات مهودة بيأثر عليهم كل الحاجات اللي بيشوفوها على مدار السنة بتأثر عليهم وبالتالي بتبقى هي الحاجة الترندي بالنسبة لهم شخصاتك الكارتونية المشهورة دايناصورات دلوقتي يعني دلوقتي دايناصورات دلوقتي مرميدز مال أنا عائلة عندي مش واغذين ليه أي حي ولا دايناصورات ولا عروس تربا لو مهتمين بالكورة عندنا حاجات للكورة ايه كورة؟ كورة عامل حاجة محمد صلاح بقى وكده؟ لا طبقا مش عامل حاجة محمد صلاح لا لأنه هو ليه حقوق ما نقدرش نعمل اه والله اه طبعا الحقوق بتاعت ليفربول ما نقدرش نعمل اه يعني الشخصيات اللي هي اه طبعا احنا براند واحنا بنصدر شغلنا فبالتالي أي حاجة عليها حقوق ما نقدرش نعمل ايه دا أنا أول مرة عارف الموضوع دا لا طبعا لا لا إزاي يعني ما فيش أي حتي يقدر ياخد صورة حدي حطها على شنطة مدرسة مثلا أو حاجة لا طبعا لو خدت صورتيك وحطتها على شنطة مدرسة بكرة تقدر تقضيهم اه تخذوا صورة حطها على حاجة ستين حاجة تقدر تقضيهم قاضي كل دول طبعا إلا إزاي ساتيدة أنا يمكن كمان هنا لو المسألة مش يعني مش ذات ستريكت لكن هم بره لو لو حط صورتك على حاجة تقدر يتقاضي فورا وتقضي تقضي كمان من الشركة يا فنم لحط صورتي على بلاعات يا فنم تخيل يعني لقيت في الناس صحابي بيدخنوا دا بيبقى عادة مش براند كبير فأنت ما تقدرش تمسكي هو فيه لكن احنا بالنسبة لنا احنا براند وبنصدر فبالتالي ما نقدرش نفكر ما ينفعش طيب هل فيه ألوان موضة للشهونات المدارس دلوقتي سندي اه طبعا فيه السندي الموف والأزرق والأحمر وشوية كتير الأخدر شوية كتير الأخدر؟ اه فمع ولاد وبنات؟ مع البزبط مع الديزاينات الكارتونية المتنوعة حياة اللي بتصمم؟ لأ مين بيصمم؟ عندي فريق وقاعدين بره وبيسلموا عليكي واحد واحد ويعني والله يعني قالولي لازم تقولي الأسماء المرة اللي فاتة انت مقولش أسماءنا؟ اتفضل اتفضل فهم يعني ريم وضحى ومحمد ومونيكا وكل الناس يعني مش عايزة اش عايزة انسى حد رسي يوم كلهم ويعني اهو احنا بنحقيقوا على الشاشة دلوقتي ده على باب الستوديو لازم تقول اسمنا لازم تسلم لنا طب عليها طب سلم عليها بس يعني هم دول اللي بيصمموا احنا عندنا تيم من أمهر المصممين الحقيقة يعني احنا بنختارهم على الفرازة وبيعودوا يشتغلوا طول السنة عشان يطلعوا تصميم لأن تصميم ده بنشتغل عليه كتير قوي وبعدين ممكن يتوافق عليه نوافق عليه وبعد حتى ما نوافق عليه ما يبقاش ينفع في الانتاج فبالتالي بنطلع زي ما كت نطلع موكبس وبعد كده بدأ ننتج في ديا باكز عندنا سباشل أوردر عندنا طلبية مخصوصة يعني لو حد عايز يعمل شخصية معاينة مش موجودة عندكو لو معاينة مش موجودة عندكو اي حاجة ليها طلبية يعني عند حدك متوافر فكرة انه انا اعمل براند أوردر بشنطة معاينة مش عندك شنطة واحدة اه لا صعب ممنوع لا مش ممنوع هو المسألة ان احنا بننتج بننتج كميات ضخمة فبالتالي عشان نقدر نوصل بالكواليتي دي للسعر اللي احنا بنعمله انا برضو لما كنا تتكلمنا المرة اللي فاتت من 3 سنين كانت المسألة عن ان احنا بنقدر ننافس بشنطتنا لشنطة المستوردة لان احنا سعرنا الكواليتي واحد وسعرنا تقريبا 40% او 50% من سعر اي شنطة تانية فاحنا عشان نقدر نعمل ده بننفس كميات ضخمة جدا كبيرة طب تعينا اخد الهدايا بتاعتنا اخد الاول رانا يا رانونة ازايك يا رانونة ازايك يا راز انا بحبك او انا كم بحبك او يا رانونة ويعد كم سانة انا عن 17 سانة ايه تيسر بتروح لمدرسة 17 سنوية عامة ايه صح؟ ايه خلاص ببروك علينا اول هدية من ديا باكز اه خليك معايا قلب ياخدوا بايتك في الكنترول وطبعا يعني الله يكون فان كل الناس اللي بيخشوا سنوية عامة احنا كلنا عارفين اخد حفظة ولا حفظة حفظة اهلا يا رادونة ازايك يا روح قلبي بحبك قوي حبيبة قلبي انا ناس عدنا كم سنة حبيبتي ان شاء الله تعليهم السنوي وان شاء الله اللهم بارك طب حبيبي مبروك علينا تاني شنطة من ديا باكز خليك معايا قلبي ياخدوا البيانات بس الاسم والتليفون ونعنوان ونكزا اه في الكنترول احنا بندي ديا باكز القسيمة صح كده بظبط بياخدوا القسيمة وبيتقصوا معانا بياخدوا بدلها الشنطة المناسبة بظبط هاخد شروق يا شروق ايه 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 يا شروق ايوة حبيبة قلبي ايه بحبك قوي ايه بحبك وكلكم شروق عندك كم سنة يا روح قلبي شروق حبيبي عندك كم سنة الحمد الله شكرك عسل انت روحي عندك كم سنة يا حببت شروق عندك كم سنة يا مام تلاتتاشر لا ايه 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 وانت يا شروق ايه يا انت انت ايه 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 عايزة لفوها مش عايزة ليها أخد مين طيب ممكن بس يعني دقيقتين نتكلم عشورت وبعد نرجع تاني ناخد بقية التليفونات نرجع تاني للتصميم لو أنا دلوقتي قدامي التصميمات إيه الولادي وإيه البناتي السادات الفواتح قوي دي عادة ما تبقى بناتي الأورانج الأخضر طبعا الشنطة اللي فيها مرميد أكيد بناتي الشنط اللي هنا هتلاقي فيها فين عروسة البحر المشارفة أريد أيوتا عروسة آه شفتها شفتها طيب اللي بعديها أولادي اللي بعديها أولادي معلش دي شخصية إيه دي يونيساكس دي شخصية الريم للولاد والبنات أكبر فان ليكي هي اللي عاملها بجد دي مونسترز وحوش وحوش عشكد عجبتني بالظبط أنا أموت في الوحوش خاطيرة 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 أحب الوحوش جدا حقيقة ودي يونيساكس بتمشي للتنين للتنين ولاد وبنات بالظبط وقالوانها تحفى يعني تعرف حبيت عشان بورتقاني على أحمد على أخدر على موف على بامبة على إحنا بنبقى عاملين زي مجموعة مننا بتبقى ناس من الانتاج وناس من التصميم في الآخر عشان نقدر ننقي التصميمات اللي توافق عليها ده واحد من التصميمات اللي وفقنا عليها فور براو سؤال أخير أنا شايفة دلوقتي أشكال مختلفة للشنط موجودة عندي عندي الشكل الكبير ده أنا أدري أفهمه وعندي الشكل اللي هو الشنطة دي اللي هو بتاع الأكل بالضبط اللونش باج الصغير قوي ده إيه دي لونش باج ودي مقلمة مقلمة آه آه فهمت إيه ده يعني حديدك باللوقتي بتعمل الشنطة الكبيرة واللونش باج والمقلمة بتادي دول مثلا دي سات بتيجي على بعضها يعني اللي بيشتري بيشتري السات على بعضها حال ودي حاجة مشهورة برا قوي إن الناس بتبقى عايزة كل حاجة شبه بعض كلها شبه بعض عشان الولاد بيحبوها شبه بعض إحنا السنة دي أول سنة نعمل السات كلها على بعضها بحيث إنها هتبقى آه شبه بعض وتاني بقول لحضرتك إن إحنا بتقريبا بنص تمام بنص التوارد لا أنا عافة أنا عافة أشعر طيب أخد آه يا علي أيوة يا علي بحبك أوه يا أستاذة ردو يا روح أعرفي أنا حفيفة أستاذة ردو عندك كم سنة يا حبيب قلبي طلع سنة كام معي يا رقم خمسة بتدائي طلع خمسة بتدائي مبروك عليك يا روح قلبي خمس هداية من دا باك تخليك معي يخدوا بياناتك في الكنترول مين بيجي في سرتي بقى تفتكر تفتكر مين بيجي في سرتي دا روح شيت حضرتك نوارتنا وشرفتنا إحنا معنا شنطة أو اتنين آخر شنطتين هنشوفهم آخر واحدة هنشوفها دلوقتي قبل ما نختم مع أستاذ ضياء أستاذ أستاذ ضياء حسن حاك نوارتنا النهاردة بنؤك ربنا يا حبيب وجزيل شكر على لها دا الحلوة اللي احنا أهدناها لأطفالنا حبيبنا وعلى فعلى التصميمات الجميلة وعلى الولاد اللي زي الأمر دول وحختم مع أستاذ ضياء ببرومو كود البرومو كود دا معناه أنه انتو تقدروا تخشوا على الويب سايت أو على الصبحة بتاعة ضياء باجز وتشتروا أي شنطة عليها 15% خصم إيه هو البرومو كود أو إيه هو الحكاية كلمة السر ردوة R-D-W-A R-A كمان طلبت لغباتها في اسمي دي مصيبة سودة R-A-D-W-A 15 1 5 ردوة 15 بس بالانجليزي وكلها سمول لتر وكلها تم تسهلوا عدنا شوية ما تعملوا بالعربي ما هو السيستم مش بيقب مش بيقب يبقى R-A-D-W-A R-A-D-W-A ربنا علمي ولا عدبي لا علمي إن شاء الله رياضة ولا علوم لا علم علوم ربنا يسطر ربنا معاكم ومبروك عليكم سادس وآخر هدية من دياباكس خليكي معايا حبيبتي ياخدوا بيانات حضرتك في الكنترول أشكرك وجزيش شكر نورت الدنيا كلها وفي تطور دايم يا رب وإن شاء الله تنورنا تالت مرة وربع مرة وسلمني عدسين كل إن شاء الله حاضر وشاهداتي يا عزيزيزي ومبراتي يا حبيبات فاصل عندك كده ونرجع عليكم من هي ومبروكي